أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بدافي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن محمد حشيش زكب أهلا وسهلا وسهلا هارد لك النهاردة طبعا خسارة متخبنا الوطني ولكن في النهاية بشكل عام أعتقد وجهة النظر يعني الحمد لله والشكر لله احنا أعتقد شخصية المنتخب ما قبل هذه البطولة حاجة وما بعد هذه البطولة شيء آخر وجهة نظر يعني هو طبعا احنا كلنا لا نخفز عنا طبعا يعني المنتخب وصلنا في الآخر للأمل الكبير يعني البطولة وقفة على آخر ضرب الجزاء فبنقول الحمد لله طبعا لعيبة قدت عليها وده أهم حاجة في حدود الإمكانيات والقدرات بلعبوا مع فرقة قوية فرقة كبيرة مجمل لمطش النهاردة طبعا لو حنشوف بعيد عن القتال من فرقة مصر وبازل المجهود من اللعيبة كلهم إنما أنت بتلعب فرقة عندها إمكانيات وبتنقل وكانت أعلى منك طبعا فنيا أنت قدرت فنيا وبدنيا أعتقد لأنه لها أسباب أنت بتلعب 120 دقيقة ثلاث مرات وربعا مضبوط بدربات الجزاء بالضغط العصبي كل ده لازم يستنفذ من اللعيبة المجهود بتاعها فهم الحياة قطر خيرهم في حدود اللي كان متاحة النهاردة إحنا يمكن أغلب الماتش عشان مش قادرين نكمل ومش قادرين نطلع بالكورة أنت هجمت يمكن كل شوت هجبتين بس والحقيقة كان في ضغط كبير من فرقة سنغل عايز أقول للناس وعايز أقول للجمهور افتكروا بس أنتوا قبل ما نروح بطولة الأمور الأفريقية ما كانش حد عنده أمل أن احنا مثلا نطلع دور الستة عشر والبداية كمان كانت صعبة لو تفتكر أول نجاريا أكدت توقعات الناس إنما تدرجنا في الأداء ما بين مطش طبعا غنية والسودان وبعد كده ابتدنا بقى مع كوندي فوارو ابتدت التاكتك يبان شوية في الملعب أو يبان بشكل كبير شكل فرقة ابتدى يبقى فيه شكل فرقة شكل أداء شكل طريقة لعيبة ظهرت كمان ودي من يمكن إيجابيات البطولة أن أنت ظهر عندك لعيبة على مستوى عالي كلهم الصغيرين الحقيقة محمد عبد المنعم وفتوح يعني ظهروا طبعا بمظهر ممتاز فوق الممتاز أبو جبل طبعا عمل مستويات غير عادية وأنا أعتقد أنه لو كان يعني وصلنا وخدنا الكاس كان ممكن ياخد حرصة المرمى يعني أفضل حارس أفضل حارس في البطولة الحقيقة لأنه كان عليه عمل كبير في أن احنا صعدنا للنهائي